علاقات استراتيجية قوية وروابط وثيقة تجمع مصر والولايات المتحدة جعلت من العلاقات بين القاهرة وواشنطن نموذجاً في التحالف والشراكة القائمة على الاحترام والتقدير المتبدلين الرؤية المصرية جاهل علاقات مع الولايات المتحدة انعكست في تصريحات ولقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ركزت على أن العلاقات المصرية الأمريكية هي علاقات استراتيجية تستند إلى ثوابت راسخة وشهدت العلاقات الثنائية تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة من خلال التعاون في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية وتأكيداً على ما تتميز به هذه العلاقات يجري تنظيم ما يسمى بالحوار الاستراتيجي للتنسيق والتشاور والتفاهم بين البلدين إزاء مختلف القضايا والملفات الثنائية والإقليمية والدولية الدبلوماسية المصرية نجحت في وضع إطار مؤسسي للتعاون يتسم بالاستملارية وهو ما يطلق عليه الحوار الاستراتيجي كما تم وضع قاعدة للمصالح المشتركة تقف عندها الدولتان على قدم المساواة دون أي تمييز لتحقيق مصالحهما دون الإضرار بمصالح طرف على حساب الآخر فضلاً عن استمرار التنسيق والتشاور واللقاءات بين البلدين وضرورة التوصل إلى حلول متفق عليها في قضايا المنطقة خاصة القضية الفلسطينية والتصدي بحزم لخطر الإرهاب من السودان جنوباً إلى غزة شرقاً وليبيا غرباً أزمات تطرح نفسها على طاولة الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي في جولته الجديدة بالقاهرة التي تعقد في وقت تمر به المنطقة بالعديد من الأزمات وسط مخاوف من التساع رقعة الصراع ونشوب حرب إقليمية شاملة وهو ما يطفي أهمية خاصة على هذه الجولة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين